بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتقدم معنا في الدفس الناضي ما يتعلق بالنظم في العقيدة والتوحيد وأن الأصل أننا نبدأ بالأدلة من الكتاب والسنة ثم النظم يراجع ما درسنا من الأدلة من الكتاب والسنة ثم ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه المنظومة حتى نظر الأشياء التي تعتقد ولابد في التوحيد والمعتقد منها التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والموضع عليهم السلام الصالح ولا نكون من الفلاق الضالة والبعد عن الابتداء في الدين وأن نكون بدعة ضلالة وأيضا ذكرنا ما يتعلق بالقواعد في الأسماء والصفات ولابد أن نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحيط ولا تعفيل ومن غير كثيف ولا تنزيل إثبات وتنزيل والمعاني معلومة كثيرة إنها عند الله والسؤال عنها بدا ثم مرننا بأبواب منها ترفعنا الصحابة والله عليهم وذكرنا أن الذي يبعى بالصحابة والله عليهم قد بعنك الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلنا بالصحابة والله عليهم أيضا ذكر ما تعلق بالإمام بالأوال غدر العلم والكتاب والمسيء والخلق وما تعلق بالإمام باليوم الآخر من سؤال المنتين عن المصور الثلاثة والرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام والبعث والمشور والحوم والجنة والنار والشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الجنة على ما إن شاء الله سبحانه وتعالى وقال هذه من المسائل المهمة التي لا أبد أن تعلم لأن المسلم سائل الله سبحانه وتعالى كل إنسان سائل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المنصدين سائلت الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أدى الأمانة؟ هل نصحكهم؟ هل فلق؟ هل جاهد كل حق إجهاره؟ تقول نعم الله أدى الأمانة ونصحكهم أو بلق وجاهد كل حق إجهاره سائلت الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صبرت على العلم والعمل والدعوة؟ وأراج أعداد الإسلام أن نصب إلى مرحلة لا نعرف عن الإسلام شيء إلا أنهم مين سير لامين؟ لا يعرف عن الإسلام إلا مين سير لامين؟ يعني مسلم لا يعرف شيء عن الإسلام فلابد أن نتعلم هذا الدين فلنعلم كولاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين نقول ابن القيب رحمه الله لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة لكيف أن يكون فيها الشاهد والمشهود له والحج والمحتج له والخبر والبنه نعم نعم قال رحمه الله والمحاكم الشرعي هم يحكم كلان فاسق كافر مؤمن منافر الحكم عنده هي اتبار العلماء والمحاكم الشرعية نحن علينا أن نبين ونوضح للناس حكم حكم ترك الصلاة حكم شب الخمر حكم الليبة حكم تان أما الحكم على الأشخاص نرجع إلى اتبار العلماء كفر اتبار العلماء هذا الوجو كفرنا لم يكفرون أن نكفر فاعل كبير مرتكب كبير تقدم في درس الناضي أن المراتب أربعة صهاد وأعلى من الصهاد كبار ما هي الكبيرة؟ الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة لعن أمرطogo أو ضغا و او البرام الفاعل او شبه بالأكبر الحيوانات او انه من المشيكين من المنافقين او ليس من المؤمنين او ليس من خريط النبي صلى الله عليه وسلم كل ما رتب عليه عقوبة خاصة من الكبائل. والكبائل تتفاوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائل. فمرتكب الكبير. لسالة صلى الله عليه وسلم عشر وخمم. يأكل النبا. فهذا مرتكب كبيرا. هل نصف بالايمان الكامل نقول المؤمن كامل الايمان. او نقول عنه كافته الاكبر. لا هان ولا هام. لا نصف بالايمان الكامل ولا ننفي عنه الايمان بالكلمين. نقول مؤمن بايمان فاسق بكبيره. او مؤمن ناقص الايمان. اذا معتقد اهل السنة والجماعة في من يرتكب الكبائل. اننا لا نصف الايمان الكامل ولا ننفي عنه الايمان. نقول مؤمن بايمان فاسق بكبيره. يحب ويبغض. لان المؤمن يحب. والكافر يبغض في الله. فمرتكب الكبير يحب بما فيه من ايمان ويبغض بما فيه من معصي او فسن. يجالس حال افتكاب الكبير? لا. طيب لو مات على ولن يحب. هو تحت المشيه. ان شاءه اعطلو ان شاء فعل. يخلت في النافر ابدي? لا. لكن احذر قلنا لكم من درس النار ان السبائل تعدل كبائل. كبائل الاصغر والاصغر يؤدي بك للاكبر. طريق حقيقة. ولابد من توبة. يتوب الانساء من الكبائل. لابد من التوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. النائحة. النائحة يعني تتنوع. توقف. وتغفى الصوت. على المين. يا له بمثلا. نعم. تعترر عن قدر القدر. لابد ان تصبر. تصبر بالقلب وبالنساء وبالجوائل. قال النائحة من تتب يوم قبل موتها تقام يوم القيام. وعنها ستاهم من كبران ودرعهم من جواب. نصر عبر السماء. ان من يرتكب الكبائل نخوط بالله. نذكره. لا نخرج من الدين ولا نصف بالايمان الكامل. ولو جائز حالة الكامل الكبيرة. نعم. قال رحمه الله والله تكذفر عنه الصلاة وإن عصر. فقد لهم يعصي وتبعث يصبح الله. أهل الصلاة. لأن من صلى صلاتنا. أهل القبلة. كل من أظهر أظهر لنا الإسلام. لا يمكن أن نخرج من الإسلام إلا بيقين. وهذا ولله الحمد. دور كبار العلماء المحاكم الشرعي. علينا النصف. علينا الأمر بالمعروف النعم المنكر على ما تكتب الشريع. فإنسان يصلي معك. يصرب خمر. نصره عبر السلام. اجلس مات. نكفر. لا. يقول ناشاء الله كبارك الله عليه. لا. يجالس على ارتكاب الكبير. لا. يناصح نعم ولا قد. إذا كل من استقبل قبلك على الإسلام. فهذا نحكم على ظاهر بالإسلام. والله سبحانه وتعالى يتولى السوائل. نحن نحكم على الظاهر والله يتولى السوائل. وكل من مات على الإسلام نعمل على ظاهر يغسر ويكفر ويصلى عليه ويدعاله بالرحم. وكل من مات من صلاحك السلام عن الكفر فهذا لا يغسر ولو صنع عليه ولو كفر ويكفر مع الإسلام. يخواتنا الصلاة أمر عظيم. كان لا يتخلف عن الصلاة أي صلاة الجماع إلا منافق ظاهر النفاة. وكان يؤتى بالرجل يهاجى به بين الرجلين. لماذا نجد يعني جمع كبير مشأوه هذا نعمة في صلاة المغرب والعشر. ولا نرى هذا الجمع في صلاة الفجر. مع أن الكل لا تغيب عن الوظيفة أبد ولا تأخر. واستعينوا في الصبر والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته حيث صلاة والسلام لم يتخلف عن الصلاة قد. حتى في الحرب يصلوا جماعة. جماعة واحدة. قدر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ينام ليلة في جهاد. وضع من يوقظوا للصلاة. وتأخروا عنه حتى تتعلم الأمة كيف تقضي الصلاة. نعم. قال رحمه الله وَلَا تُكَثْرَ النَّهْمَ الصَّلَاةُ وَلَا تُكَثْرَ النَّهْمَ الصَّلَاةُ وَلَا تُكَثْرُ نَهْمَا فمَا لَا تُكَثْرُ النَّهْمَ الصَّلَاةُ وَلَا تُكَثْرَ النَّهْمَ الصَّلَاةُ وَلَا تُكَثْرٌ معاني. لأن الشيطان يقنق بني آدم. فلا يمكن أن نقضى من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسروا عن انفسهم لا تقضوا من رحمة الله. نعم. قال رحمة الله. لأن الله سبحانه وتعالى رفو رحيم. نعم. وَلَا تَعْفَقِدْ رَعِيَ الْخَوَانِكِ إِنَّهُ مَطَالٌ لِمَنْ يَنُوَادُ يُرْدِيَ لَنْرَحُّقُهُ. بهم. أول البدع ظهوراً بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بدعت الخوارج. أول فعل. لكن لو تتأمل وتنظر كيف كان الخروج. مهم جداً والله. أول خروج كان بالسيف لا. يقول الشيخ العظيم الرحمة الله. لا يمكن يأتي الخروج بالسيف إلا ونابد يسقط الخروج باللساء. أول خروج كان على النبي صلى الله عليه وسلم. ممن من ذو خويسر بماذا بالسيف لا بالنساء. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا عند القاعد عند الخوارج. الخروج أول ما يكون بالسيف لا يكون باللساء. ولهذا يوجد شروع. إنسان ذهب في الصلاة والسلام الخوارج. أول سؤال. أسئلة عندهم في المقابلة الشخصية. أول سؤال. ما هو؟ تكفل فلان؟ من فلان؟ تحاكم هذه البلاد؟ سبحان الله. هذا خرج. وذهب إلى دولة أخرى. قال لماذا تفقن هذا؟ قال لابد تخرج باللساء. إذا خرج باللساء يخرج بالسيف. وأول قلنا لكم ما تبدأ المخالفة تكون صديقة. يقضع الإشارة. أي نعم. يخالف في معمى الأمور. الشيء فشيء يعتاد على الخروج عن السلطان. ثم بعد هذا يكون الخروج الأفضل. إذن يخرج باللساء. يخرج بالأمور الصغيرة. اختلاص كان قطع إشارة. الله الله كثمنا يا رب. تعود نفسك على الطاعة المعروفة. قطعنا الطاعة المخلوفة لمعسفة الخالفة. قال اعدل يا محمد. هذا العلامة الثانية عليه الصلاة والسلام. كلمة حق نراد بها ما. لو تسمع لا تسمع. لا تسمع لكلام الخواني. لماذا؟ لأن الظاهر في كلام الحق. لكن الباطل الباطل أبطل الباطل. يقول اعدل. العدل كلمة حق. يا محمد. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ كلمة حق. كلمة حق ورد بها ضاطل. إذن الكلام معسوس. كلام كبير. قال جهاد. وأهل الإسلام. وكلام كذب. طيب. هذا كلام صحيح. لكن ما العلاج؟ ما الطريقة؟ الطريقة قال؟ نعم. هم يقول لنا على الإسلام الآن يقتلوك. صحيح. ما العلاج؟ قال العلاج. والحلب نفجر المسادي. والعلاج نقتل هذا الإسلام. ونتظر لكم. نعم. والعلاج. والعلاج. أخت الوالدي ولا ضد. وأقرباء الذكون. أما النساء تسلمهم لهؤلاء. نعم. هذا العلاج. هذا الواقع. كلمة حق. نراج بهذا. طيب وبايع من؟ إبليس. وبايع إبليس. نعم. وبايع من؟ إبليس. ما تصدقوا. طيب. أنا عندكم الآن. تبايعون؟ شغياء على السيارة. حيث يقول أنت تهزأ؟ نعب هذا؟ أي واحد يخرج يبايع؟ إذا بوئ على الخليفتين قل فقتل آخرهما. أي واحد يقول يقول أنا مرى المؤمنين يبايع؟ إذا نخرج. التجزيان صلى الله عليه وسلم. وهو بايع. طيب هل ها؟ ترجمة نانسي قنقر